اشتركوا في القناة مع مجموعة من المنصات لعل أهمها FTX المنصة الأمريكية وفقا لإعلان كاين تيريجراف حيث تواصل كريبتو دوت كوم التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها توسيع نطاق وصولها بقوة لتصبح أحدث شركة عملات رقمية مرخصة رسميا للعمل في كبروس وتمكن الموافقة كريبتو دوت كوم من تقديم عدد من المنتجات والخدمات للعملاء في كبروس وفقا للوائح المحلية في ظل اتجاه التنظيم الجديد لمنصة كريبتو دوت كوم تماشيا مع الوجود العالمي المتنامي للمنصة حيث تعمل الشركة بنشاط على توسيع عمليتها وتلقي الموافقات للعمل في بلدان مثل إيطاليا واليونان وسنغافورة ووفقا للشركة المؤسس ورئيس التنفيذي لشركة كريبتو دوت كوم كريس مارساليك فإن المنصة تعطي الأولوية حاليا لأوروبا باعتبارها المنطقة الرئاسية للتوسع المستمر على الرغم من تحرك المنصات العالمية بشكل متزايد في السوق الكبروسية لن تقدم حكومة كبروس الكثير من اليقين بشأن تنظيم العملات الرقمية في السنوات الأخيرة لا سيما أنها تعتبر نقطة انطلاق لتداول العملات الرقمية في عدة أسواق في أوروبا كريبتو دوت كوم ليست منصة العملات الرقمية الوحيدة التي تمت الموافقة عليها للعمل في كبروس حيث توسعت منصة FTX المنافسة الرئيسية في أوروبا بعد حصولها على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبرصات في كبروس CYSEC في أذار مارس من العام 2022 كما كانت المنصات الأخرى مثل كاين بيز مهتمة بشكل متزايد بالتوسع في أوروبا واستسوق الهابطة المستمرة يأتي هذا في الوقت الذي قال شركة كريبتو دوت كوم أنها أوقفت جميع العمليات في يناير الماضي أثناء تحقيقها في نشاط غير مصرح به على بعض الحسابات على منصة كريبتو دوت كوم وأضافت شركة تزويد محافظة العملات الرقمية ومنصة التداول في تغريدة على حسابها على موقع تويتر أن هذا الإجراء مؤقت ويهدف إلى السماح لها بتحسين الأمان مؤكدة أنها تستأنف النشاط بمجرد اكتمال التحديث وقالت أن جميع الصناديق على منصة دوت كوم أمنة تماماً منصة كريبتو دوت كوم ومقرها سنغافورة تضم نحو عشرة ملايين عميل وكانت قد تعرضت في يناير الماضي لمجموعة من الخروقات على محافظ خاصة على هذه المنصة تفاصيل أكثر نتعرف عليها من خلال مقال على موقعنا كاين عرب نيويز دوت كوم وصفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي أخبار العملات الرقمية أقرب إليك من أي وقت مضى